السلام عليكم ورحمة الله المرة الماضية حكينا عن فقر الدم بشكل عام وشو معناه وتفاصيل كتير عن تأثيره على الخلية والحرق وتأثيره عامة على كل وظائف الجسم وقالنا رح نحاول بحلقاتنا نغطي أكبر قدر من مسببات فقر الدم أو الأنيميا اليوم رح نحكي عن الحديد بعرف إنه كتير نحكي عنه وأول شي بنوصف لما بيكون فيه فقر دم لكن اليوم رح نحكي ملاحظات كتير من الأحيان نغفل عنه وحاول نغطي كل الأفكار والتفاصيل المتعلقة بموضوع نقص الحديد وإمتى وليش بيصير عنه عوز بالحديد وإمتى بيتحول لفقر دم كمان لأن فقر الدم الناتج عن نقص الحديد هو من أكثر أنواع فقر الدم انتشاراً على مستوى العالم الحديد مهم كتير لأنه بيدخل بتركيب الهيموغلوبين ومتل ما ذكرنا سابقاً الخضاب أو الهيموغلوبين هو الجزء الحامل للأكسجين بالكورية الحمراء لذلك بدون حديد ما فيه هيموغلوبين وبالتالي ما فيه خلايا دم حمراء وبالتالي يعني فقر بالدم أو أنيميا كما أنه للحديد وظائف أخرى مهمة كتير بأجسامنا لذلك تقريباً الجسم بيحاول يحافظ عليه وما يفقده فكميات قليلة جداً بتم خسارتها عن طريق البول أو البراز والجهاز الهضمي والجلد فإذا كانت التغذية سليمة وما فيه نزيف أو اضطرابات بالجهاز الهضمي أمراض أو عمليات أو غير هيك ما بيصير عنا نقص بالحديد الحديد مو بس بيدخل بالهيموغلوبين هو بيدخل بالمايوغلوبين اللي بيوصل الأكسجين للعضلات كمان الحديد بيدعم التمثيل الغذائي للعضلات والأنسجة بشكل عام ضروري للنمو والنمو والعصبي بشكل خاص الصناع الهرمونات وضروري لحتى الخلية تقوم بوظيفتها المناسبة لنفرض أنه فلانة من الناس صار عندها تساقط غزير بالشعر فما هي التحليل اللي لازم نطلبها منها أول وأهم تحليل هو مخزون الحديد أو الفريتين بعدين فيتامين دان تحليل الغداد درقية TSH والزنك لكن الزنك نقصه نادر وتحليله مكلف فممكن بالانتباه على الطعام أنه نعود على فرض فيه نقص لكن الزنك بيتأثر بالحديد ورح نشرح هالفكرة بشكل مفصل خلال حديثنا لأن اليوم نحن عم نناقش موضوع نقص الحديد بشكل خاص المشكلة بنقص الحديد أنه لا يكتشف إلا بعد أن يتفاقم إلى فقر دم لأن الحديد بيتخزن بالجسم على شكل فريتين أو هيموسيدرين مشان هيك لما قلنا عن التحليل الحديد إنه تحليل الفريتين إذا كان فيه تصريف للحديد عن طريق النزيف أو قلة التغذية بيضل الهيموجلوبين بالمستويات الطبيعية إلى أن تقريباً ينتهل في الريتين حتى يحصل فقر الدم فالخطورة إنه فقر الدم أو الأنيميا بهي الحالة هو تنبيه متأخر لنقص الحديد طيب أعراض فقر الدم الناتج عن عوز الحديد هي التعب الشديد تساقط بالشعر ضعف شحوب ألم بالصدر سرعة ضربات القلب ضيق في التنفس صداع خفة بالرأس دوخة برودة الأطراف التهاب وبثور باللسان أظافر هشة رغبة غريبة في تناول مواد غير غذائية مثل أرش قطعة تلج أو النشا أكل النشا شم رائحة التراب إلى آخره من أعراض فقر الدم تقريبا كل أنواع الأنيميا بتتشابه بأعراضها لكن تختلف بأسبابها أسباب نقص الحديد اللي بيؤدي للأنيميا أهم وأول سبب هو النزيف مثل ما حكينا الحديد بيدخل بتركيب الهيموغلوبين أو يعني الخضاب واللي بيدوره بيكون جزء من الخلية الدمية الدموية الحمراء لذلك عندما يحدث نزيف فحتما سيحصل نقص بالحديد المشكلة هي في حالة النزيف غير الملاحظ ممكن في بعض حالات النزيف في الجهاز الهضمي أن يكون قليل بشكل غير ملاحظ وخصوصي عند أخذ المسكنات غير الاسترويدية مثل الأسبيرين والبروفين والديكلوفيناك وهي الفئة أو مثلا فيه فتأ بالحجاب الحاجز أو سرطان كمان خفي غير ملاحظ لكن هذا النزيف مع أنه قليل بيكون مستمر وخطره بعدم إمكانية ملاحظته فيؤدي إلى خسارة كبيرة بمهزون الحديد أيضا الدورة الشهرية وخصوصي إذا كانت غزيرة عند النساء هي من أهم أسباب فقر الدم الناتج عن نقص الحديد السبب الثاني لنقص الحديد هو النظام الغذائي السيئ السبب الثالث عدم قدرة الأمعاء على امتصاص الحديد مثلا إذا فيه مرض مثل السيلياك أو عملية إزالة لجزء معين من الجهاز الهضمي مثل المعدة أو تغيير مسار فبتقل قدرة الأمعاء على امتصاص الحديد كما أنه غالبا الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي بتطلب أخذ أدوية مضادات حموضة يعني بتقل حموضة المعدة فبتقل حموضة الأمعاء فبيقل امتصاص الحديد السبب الرابع هو الحمل يمكن أنه تزيد الحاجة للحديد لدى النساء الحوامل لأن ببساطة بزيد حجم الدم دم الأم والجنين وكمان الجنين بحاجة للحديد حتى يكون الهيموغلوبين الخاص فيه فمن البديه أنه تزيد حاجة الحامل للحديد رح نحكي عن الموضوع بشكل مفصل ونقول تنبيهات خاصة بالمرأة الحامل الأشخاص اللي لازم ينتبهوا لموضوع الحديد أول وأهم فئة هنن النساء وخصوصي اللي بيكون عندها الدورة الشهرية غزيرة أو مدة طويلة الفئة التانية هنن الرضع والأطفال اللي بفترة النمو لأن أجسامهم عم تكبر وحجم الدم عم يزيد بالتالي هناك حاجة دائمة للحديد على فكرة الرضية بعد عمر الستة أشهر ما بيعود بكفي الحديد الموجود بحليب الأم لازم يتدخله عن طريق الطعام الفئة التالتة هنن النباتيين فيه نوعين من الحديد نوع موجود فقط بالمصادر الحيوانية وهو أفضل فعالية وتوافر حيوي أعلى وامتصاص أسرع من الموجود بالمصادر النباتية بل وأنه الحديد الحيواني بيحسن من أداءه وامتصاص الحديد النباتي لذلك يجب على الأشخاص المتابعين للحمية النباتية أنهم ينتبوا لمستويات الحديد عندهم لأن مثل ما حكينا الحديد اللي موجود بالمصادر الحيوانية واللي منسميه الهيمي واللي هو الأفضل ما نو متواجد أبدا بالمصادر النباتية كمان الأشخاص اللي بيتبرعوا بالدم بشكل متكرر بدون مكملات حديد أغلبهم ما بيستردوا الحديد اللي يفقدوه حتى بعد مرور 24 أسبوع يعني 6 أشهر من تبرعهم للدم كمان الأشخاص اللي لازم ينتبهوا على تركيز الحديد بالدم عندهم بشكل دقيق هنين مرضى السرطان لأن الأدوية اللي بياخدوها وطرق العلاج ممكن تأثر على مخزون الحديد وممكن تسبب نزيفه أسباب تانية كتير المهم لازم يراقبوا مستوى الحديد عندهم مرضى الجهاز الهضمي مثل ما حكينا أنه الحديد يمتص بالجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة وأي شي بيأثر على الجهاز الهضمي بأول شي بيأثر على امتصاص الحديد مرضى قصور القلب أو الأمراض القلبية بشكل عام لازم ننتبه كتير منيح على موضوع فقر الدم وخصوص فقر الدم من ناتج عن نقص الحديد لأنه فقر الدم بيسبب اضطرابات بالنبض القلبي الحوامل على فكرة في مدرستين أو طريقتين للتعامل مع موضوع الحديد للحامل الطريقة الأولى أنه ما بتصف للحامل للحديد إلا إذا كان فيه عوز بالحديد وفيه فقر بالدم الطريقة الثانية بتوصف بشكل وقائي من أول زيارة للحامل للطبيب 30 ميلي جرام من الحديد يوميا وإذا كان فيه فقر بالدم من 60 إلى 120 ميلي جرام يوميا فهو على حسب الطبيب والمدرسة اللي ماشي عليها إما بيمشي بشكل وقائي 30 ميلي جرام باليوم أو أنه ما بيوسف إلا إذا كان فيه حاجة للحامل أنه تاخد حديد على فكرة تجدر الإشارة أنه لازم ننتبه للزنك عند الحامل أو أي شخص عم يتناول مكملات الحديد بشكل وريدي أو ثموي لأن أولا ممكن هاي المكملات أنه تقلل من تركيز الزنك بالدم والأهم أنه الزنك والحديد بيأسروا على امتصاص بعضن البعض يعني إذا وللبد بدنا ناخد مكملات زنك وحديد ياريت يكونوا بأوقات مختلفة يعني يكون فيه فارق زمني بينهم هذا في حال كان عنا نقص من الزنك بيحتاج إلى مكمل خاص جرعة علاجية من الزنك فبهالحالة إذا عم ناخد جرعة علاجية من الزنك وجرعة علاجية من الحديد فيفضل نباعد بينهم بس على الأغلب ما بيصير فيه نقص بالزنك لأنه بالطعام الصحي لوحده بيكفي إنه ناخد حاجتنا اليومية من الزنك فغالبا ما بيصير فيه نقص وأغلب مكملات الحديد بيبقى معها كمية من الزنك لأنه هاي الكمية بتبقى وقائية ما هي علاجية فممكن إنه ناخدهم سوى بحبة وحدة بتركيبة وحدة أما إذا كان فيه نقص مرضي لازم نباعد بينهم مشان ما يأسروا على امتصاص بعض كمان من الأشخاص اللي لازم ينتبهوا على منتركيز الحديد عندهم هنن أصحاب الأمراض المزمنة مثل الروماتيزم الأورام الدموية الأمراض المناعية وغيرها لأن بهي الأمراض بتقوم نواقل وهرمونات في الجسم بتحويل الحديد من الدم للتخزين بيزيد المخزون وبيقل بتصنيع الكريات الحمراء مرضى الكيلة بشكل خاص لازم ينتبه لمستويات الحديد عندهم وخصوصي اللي بيعمل غسيل للكيلة لأن الكيلية هي المسؤولة عن إنتاج هرمون الأريثروبيوتين واللي بدوره مسؤول عن إصطناع خلايا الدم الحمراء فممكن أنه يقل إنتاج هذا الهرمون وبالتالي يصير فيه فقر دم ناتج عن قلة إصطناع الكريات الحمراء كمان خلال عملية الغسيل ممكن يصير خسارة لكميات بسيطة من الدم وطبعا مع التكرار ممكن يؤدي لفقر بالدم والحمية المطلوبة من هدول المرضى بتحد من الحديد عشان ما يصير فيه زيادة ضغط على الكيلة وأكتر وأكتر الأدوية اللي بياخدوها بتقلل من امتصاصه فهنن بشكل خاص لازم يراقب الفريتين أو مخزون الحديد عندهم وصلنا لتشخيص فقر الدم الناتج عن نقص الحديد منلاقي بتعداد الدم الكامل السي بي سي رمز هو م سي في وهو حجم كرية الدم الحمراء وهذا كتير بيفيد بالتشخيص لأن ببساطة عنا ثلاث حالات إما أنه يكون حجم الكرية الحمراء كبير أو صغير أو متوسط أقل من 80 صغير بين 80 و 100 متوسط وأكبر من 100 يعتبر كبير إذا الحجم كبير أو متوسط ففقر الدم غير ناتج عن نقص الحديد أما إذا كان م سي في أصغر من 80 فالاحتمالية الأكبر يكون هناك عوز بالحديد ممكن بحالات نادرة إنه يكون الام سي في متوسط يعني بين 80 و 100 ويكون في عنا عوز حديد بس هاي تداخلات طبية ما رح نشرحها هون بالرابط موجودة كلها اللي بهمنا إنه الام سي في أو حجم الكرية الحمراء أصغر من 80 معناتها هي صغير معناتها الاحتمال الأول يكون في عنا نقص بالفريتين بمخزون الحديد الاحتمال الثاني ممكن تكون الأنيميا ناتجة عن مرض مزمن الاحتمال الثالث تسمم بالرصاص إلى آخره من الاحتمالات التفاصيل للمختصين اللي بيحبوا يتبحروا بموضوع التشخيص موجودة بالرابط بصندوق الوصف بموضوع اللي بهمنا انه طلع عنا أنيميا فحللنا دم تحليل دم شامل وطلع MCV أصغر من 80 فأول احتمال هو نقص الحديد بنشوف الفريتين اللي هو مخزون الحديد وبنشوف الترانس فريتين اللي هو الناقل اللي بينقل الحديد بالجسم فبيكون الخضاب نازل يعني عنا أنيميا MCV أصغر من 80 يعني احتمالية تكون الأنيميا ناتجة عن عوز بالحديد والفريتين مخزون الحديد نازل أما الترانس فريتين الحر مستوياته عالية لأن ببساطة ما في شي يحمله فلذلك بيرتفع تركيزه بالدم في تحليل تانية موجودة بموقعنا والرابط تحت للي بيحب يفوت يشوف لكن أنا عم حاول بسط قدر الإمكان سؤال بيختر على البال ليش كل هالتحليل فورا ممكن نقول خضاب دم قليل والفريتين اللي هو مخزون الحديد قليل فمنقول أنه أنيميا ناتجة عن عوز الحديد الجواب هو لا الكلام مو كتير دقيق لأنه كتير معقول تختلط الأمور فناخد حديد ويكون السبب هو شي تاني غير نقص الحديد فبيصير عنا زيادة بالحديد وما منعالج السبب الأساسي للأنيميا أو فقر الدم في بعض الأحيان بتختلط نتائج التحليل يعني مثلا بعض الأحيان النادرة بيكون فيه ارتفاع وهمي بنسبة الفريتين نتيجة وجود حالة التهابية لذلك بيكون تركيزه غير صحيح وما بيدل بشكل قطع عن المشكلة هل الموضوع صعب ومتداخل كل هالأد؟ لا أبدا بسهولة إذا فيه شكل من أشكال النزيف أو نظام أكل سيء وفيه انخفاض بالخضاب والم سي في أصغر من 80 والفريتين قليل معناها الاحتمال الأكبر هو نقص بالحديد والحل تعويضه لكن حاولنا نشرح بشكل شوي مفصل لأن أحيانا بيكون فيه أسباب تانية خفية لفقر الدم وفيه بعض التداخلات وببداية حديثنا عن الأنيميا قلنا أنه فيه ناس بتاخد حديد وما بيتحسن الخضاب عندهم فبيكون السبب إما خطأ بالتشخيص أو أنه فيه أخطاء بالعلاج مثل ما بدنا نشوف بالمرة الجاي مصادر توافره الحيوي أكبر فعاليته أعلى وحتى أنه بيحسن من امتصاص وأداء الحديد التاني اللي منسميه لاهيمي ما كتير بتهم التسميات بس أنه للمعلومة يسمى الحديد هيمي أو لاهيمي والنوعين متواجدين باللحوم أما بالنباتات موجود بس النوع التاني اللي هو اللاهيمي فالحديد موجود تقريبا بجميع الأطعم اللي مناكلها موجود بالدجاج السردين اللحوم بأنواعها خبز معكرونة فول حمص بطاطا جوز وكل الورقيات مثل البقدونس والجرجير والسبانخ على فكرة إشاعت أنه السبانخ أغنى من غيره بالحديد هاي إجت عن طريق خطأ مطبعي لما كانوا عم يعملوا مسلسل الأطفال باباي فكانوا محتاجين لمادة تكون غنية بالحديد اتمثل مصدر الطاقة لباباي فبالتالي بحثوا بمرجع نباتي فشافوا أنه السبانخ دونا عن باقي الورقيات في كمية حديد مضاعف عشرات المرات لذلك اتخذوك مادة سحرية للطاقة وبحلقتنا الأولى لفقر الدم حكينا عن ارتباط صحة الكريات الحمراء بالطاقة وبعدها حكينا عن ارتباط الحديد بصحة الكريات الدم الحمراء نعود للخطأ اللي صار واللي هو خطأ مطبعي بدل ما حكينا بدل ما يكتبوا 3.5 أو 3.5 ميلي جرام من الحديد لكل 100 ميلي جرام من السبانخ انكتب 35 ميلي جرام من الحديد ففكروا أنه هاي هي المادة السحرية الغنية بالحديد اللي عم يدوروا عليها فغلط صغير عمل هاي الاسطورة عن السبانخ والحديد اللي موجود بالسبانخ الحقيقة هو مثله مثل كل الخضروات مثل الجرجير البقدونس الشبت كلهم غنيين بالحديد والحلو أنهم غنيين بالبوتاسيوم الماجنيزيوم فيتامين ك مضادات الأكسدة وغيرها بس نحنا لازم نأكد أنه امتصاص الحديد من اللحوم والمصادر الحيوانية أعلى من امتصاصه من المصادر النباتية هل الأكل لوحده بيكفي ليعود نقص الحديد الجواب هو لا إذا كان في نزيف كتير ملاحظ أو غير ملاحظ نتيجة عمل جراحي مثلا أو استعمال أي نوع من أنواع المميعات أو أي سبب تاني أدى لنقص الفريتين والأسباب ذكرناها سابقا بحلقات سابقة فالتعويض بالغذاء لوحده غالبا بيكون غير مجدي الحل أنه نلجأ للمكملات الفموية وإذا الحالة شديدة بنلجأ للتسريب الوريدي وبالمناسبة بدي حذر من إبر الحديد العضلية لأن مشكلتها ممكن تعمل بقع بالجلد يشوه الجلد وممكن ما تروحها البقع أبدا ما عاد الخوف من الحساسية من الحديد اللي أحيانا ممكن تكون قاتلة نبدأ بحبوب الحديد الفموية الأفضل أنه ناخدها قبل الأكل لأنه كتير بيتأثر امتصاصه بالطعام مثلا الكالسيوم بيقلل امتصاص الحديد بشكل ملحوظ وأغلب المواد الغذائية بتقلل امتصاص الحديد فالأفضل أنه ناخده قبل الطعام لكن مشكلة مكملات الحديد الفموية أنه قد تترافق مع الاقترابات الهضمية مثل الغسيان المغص الإكتام وجع الرأس لذلك عادة ينصح أنه يتاخد بعد الأكل بنصف ساعة أو ممكن أنه نغير نوع المكمل اللي عم ناخده لأنه في أنواع مضاعفاتها أقل من أنواع أخرى امتصاص الحديد بيزيد لما بتزيد الحموضة فالأفضل أخده مع كاسة عصير برتقال أو ليمون أو فيتامين سي ونفس الشروط بتنطبق على الفيتامين بي 9 و بي 12 اللي غالبا منلاقيهن مع حبوب الحديد واللي هنن كمان بيلعبوا دور بفقر الدم واللي ممكن يكون فقر الدم ناتج عن نقصهم مو عن نقص الحديد على كل حال رح نشرحهم بمرات قادمة إن شاء الله وفي أدوية محفزة لإصطناع الكريات الحمراء من النخاء العظمي غالبا تستعمل بالحالات المزمنة مثل قصور الكيلة لما بتكون الحالة شديدة بنلجأ للتسريب الوريدي المشكلة بالتسريب الوريدي إنه ممكن يصير في حالة تحسس أو صدمة تققية فلازم نعمل اختبار تحسس قبل الجرعة وعند الجرعة ما يزيد سرعة الأعطاء عن تعليمات كل نوع من الأنواع يعني مثلا واللي ميزته إنه ممكن نعطي كل النقص من الحديد بجرعة واحدة من هاي المادة ما لازم تزيد سرعة الأعطاء عن 50 ميلي جرام عالدقيقة ولازم يظل المريض مراقب ساعة بعد إعطاء الجرعة بينما فريك ما لازم نزيد سرعة الأعطاء عن 12.5 ميلي جرام عالدقيقة ايرون ديكستران 50 ميلي جرام عالدقيقة بينما فريك غلوكونات 12.5 ميلي جرام عالدقيقة ممكن إنه ينتج عن جرعات الحديد وجع بالرأس قيء اضطراب بالمعدة امساك لون براز أسود وغيرها من الأعراض الطبيعية اللي ممكن إنها تحصل لكن إذا تقيدنا بالملاحظات اللي حكيناها بتخف كتير هاي المضاعفات وممكن ما تحصل أبدا ومع أهمية الحديد اللي قلنا كم حلقة عم نحكي عنها أكيد لازم نحكي عن أضرار ومخاطر الجرعة الزايدة منه بشكل عام الأشخاص البالغين اللي عندهم وظائف الأمعاء طبيعية غالبا خطر تعرضهم لتسمم بالحديد من المصادر الطبيعية غير موجودة أما من المكملات فيمكن مثلا أخذ أكتر من 20 ميلي جرام من الحديد لكل 1 كيلو جرام من وزن الجسم يؤدي إلى آلام في البطن ومساك واضطراب واغماء كمان جرعة أكتر من 25 ميلي جرام مرة واحدة من الحديد تؤدي إلى قلة في امتصاص الزن وفي تركيز الزن بالبلازم وفي حال وصلت الجرعة إلى 60 ميلي جرام حديد لكل 1 كيلو جرام من وزن الجسم يؤدي إلى فشل في أعضاء الجسم ومن ثم الموت هاد إذا عم نحكي عن زيادته دوائيا بس في مرض وراسي تقريبا نادر يؤدي إلى زيادة وتراكم الحديد في الجسم من الغذاء وإذا ما تعالج يؤدي إلى التسمم بالحديد تقريبا بالثلاثينيات من العمر فبيصير تليف بالكبد سرطانات أمراض قلب إلى آخرية تتم معالجته بمواد تسمى مخلبية تتحد مع الحديد وبترميه خارج الجسم وصلنا للفقرة اللي كتير مهمة للأطباء والصيادلة والمرضى وهي تفاعل الحديد مع الأدوية يقلل الحديد من امتصاص وفعالية الالتيروكسين اللي بيستعمل لمعالجة قصور الغدة الدرقية فلازم فصل الجرعتين جرعة الحديد عن جرعة الالتيروكسين أقل شي أربع ساعات ميثيل دوبة واللي بيستخدم لتخفيض الضغط وخصوصي أثناء الحمل وهذا كتير أمر ضروري لأن النساء الحوامل مرضى الضغط مضطرين لأخذ الميثيل دوبة والحديد لذلك المفروض يباعدوا بينهم على الأليلة ساعتين وهذا بينطبق على جميع الأدوية اللي عم نحكي عنها بكفي أنهم باعت بين حبوب الحديد وبين هاي الأدوية كمان الليفو دوبة والكاربي دوبة واللي بيستعملوا لمعالجة مرضى الباركنسون البنسيلامين اللي بيستعمل لمعالجة مرض ويلسون الباي فوسفونات وهو دواء يستعمل لها شاشة العظام مثل الألوندرينات كلودرونيت وغيرة من نفس الفيأمن الأدوية يعني الحديد بيقلل من فعالية الالتيروكسين الميثيل دوبة الليفو دوبة الكاربي دوبة والبنسيلامين والباي فوسفونات ومن ناحية تانية فيه أدوية هي بتقلل من امتصاص الحديد مثل مضادات الحموضة لأمبرازول لانسوبرازول وفئتهم كلها راني تيدين وفئتها لذلك بنرجع من أكد أنه مرضى الجهاز الهضمي اللي بياخدوا مضادات حموضة لفترات طويلة لازم يفحصوا مستوى الفريتين عندهم الكالسيوم مثل ما ذكرنا الفايتيت مادة موجودة من امتصاص الحديد فيه أدوية بتزيد تركيز الحديد بالدم مثل الكلوران في نيكول واللي هو مضاد حيوي وكمان فيه أدوية هي بتأثر على الحديد والحديد بيأثر عليها مثل الكينولات اللي هي فئة من المضادات الحيوية مثل السيبروفلوكسسين والنورفلوكسسين كمان التتراسايكلين فهدول الفئتين من المضادات الحيوية بتتأثر بالحديد والحديد بيأثر عليها كل الحالات اللي سبق ذكرها الحل فيها مو انه نوقف جرعة الحديد او الدواء الحل انه نباعد بين الجرعتين على الاقل ساعتين او بنقلل جرعة الحديد والطبيب او الصيدلي هنن اللي بيقرر بعرف انه طولت عليكم بهي الحلقة والحلقات الماضية لكن بتمنى انه نكون غطينا تقريبا كل الافكار والاسباب والعلاجات المتعلقة بفقرة دم الناتج عن عواز الحديد منلاقي بصندوق الوصف روابط للمحاضرة بالانجليزي والعربي كمان روابط للمراجع اللي اعتمدت عليها بالتحضير شكرا لكم شكرا لاستماعكم